بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد وعلى ايه المحمد كما صليت على ابراهيم وعلى ايه المحمد وبارك على محمد وعلى ايه المحمد كما بركت على ابراهيم وعلى ايه المحمد في العالمين انك حميد المجيد حبيبي في الله ازايكم عاملين ايه هنتكلم النهاردة عن لماذا النبي يونس عليه السلام لما ربنا سبحانه وتعالى عطبه عطب عطاب شديد العطاب ده كان اشد من عطاب اي نبي تاني باستثناء سيدنا ادم عليه السلام هنتكلم مع بعض على الموضوع ده بتمنىك من كل المتابعين الكرام كل اللي ما اشتركش في قناتي يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد وما تنسوش لو الموضوع عجبكم تنزلوا باللايك والكومنت التحفيزي وربنا يجعلوا في ميسان حاسم ليه النبي يونس عليه السلام لما ربنا سبحانه وتعالى عطبه عطبه عطاب شديد جدا عطاب كان اشد من عطاب اي نبي تاني وليه عقبه ازاي النبي يونس عليه السلام لما ربنا سبحانه وتعالى حبي عطبه كان عطاب ربنا ليه اشد من عطابه لأي نبي تاني باستثناء ادم عليه السلام مش بس ربنا سبحانه وتعالى عقبه بالنبتلع الحوت لمدة 3 ايام لكن ربنا وصفوا بأشد الأوصاف اللي قلمع يتوصف بيها اي نبي وصفوا ايه في كتابه الكريم فالتقمه الحوت وهو مليم مليم يعني ايه يعني مستحق له تاني وصف قاسي عن انقاذ ربنا قال فنبزناه ولم يقل فاخرجناه ونفس قول فنبزناه وهو مليم اتقال عن مين اتقال عن فرعون وقومه اثناء غرقهم فاخذناه وجنوده فنبزناه في اليمن طيب ربنا وصفه وقال انه كان هيبقى مزمون لما ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم لو لا انت داركه نعمة من ربه لنبزى بالعرق وهو مزمون صدق الله العظيم الوصف ده اشد قسوة لما يونس عليه السلام يقس من قومه ان حد فيهم يؤمن ويؤمن بغضب منهم فسبهم ومشي فحاول مع ناس غيرهم فلما ركب السفينة في البحر رح لمكان تاني فربنا امر رياح انها تشتد وتشتد والامواج امرها انها تشتد وتشتد فلما عملوا قرعة كزا مرة يختاروا من بينهم واحد عشان يرموه في البحر عشان يخففوا ايه حمولة المركم لان الموج اشتد والرياحة اشتدت والدنيا كده بازت في البحر فكان عايزين خايفين ان المركب تغرأ فعملوا قرعة كده ايه ان يرموا واحد في البحر فتلعت القرعة من حز سيدنا يوسف يونس عليه السلام كل مرة يعملوا قرعة تطلع ايه من حز سيدنا يونس عليه السلام في الاخر رموه في البحر وصف اشد قسوة على يونس وتكملت الاية ربنا سبحانه وتعالى يقول فساهم فكان من المتحضين من المتحضين يقول المولى عز وجل قصرته في قرعة النجاة والغرق فكان من المتحضين يعني ايه المتحضين يعني المغلوبين المنهزمين الاوصاف اللي ربنا سبحانه وتعالى وصف بيها يونس عليه السلام كانت اوصاف قصية جدا السؤال بقى ليه عتاب ربنا ليونس اشد من عتاب اي نبي تاني الحكاية من الاول كان في مدينة في شمال العراق اسمها نينوي كانت من اغنى واعظم المدن في التاريخ مش بس في الحقبة الزمنية دي اللي هي ايام سيدنا يونس عليه السلام ربنا وسع عليهم في الرزق بشكل كبير جدا 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 بس بس رغم نعم ربنا دي عليهم كانوا بيعبدوا الاصنام فربنا سبحانه وتعالى ارسل اليهم يونس عليه السلام يدعوهم ان هم يعبدوا ربنا الواحد الاحد بدون ما يشركوا بيه سنين فضل يحاول معاهم بكل الطرق فما امنش منهم ولم يؤمن احد وكل ايه سخروا منه لحد ما في يوم امر ربنا سيدنا يونس ان يقول لقومه ان ربنا هيديهم مهلة ثلاثة ايام يتوبوا فيها الربنا وان ما تبوش هيحل عليهم عقاب شديد ربنا هيعقبهم زي ما حل بالاقوام اللي قبلهم ولما ما استجبوش فربنا غضب عنهم وتركهم اه يعني ادالهم انذرات كتير وكده وقال لهم حاولوا تفكروا اللحظة ان ربنا ممكن يرحمكم ان ربنا اه بيديكم فرصة وان انتم تؤمنوا قبل انتهاء الثلاثة ايام المدة فالمهم قبل ما تنتهي الثلاثة ايام كانت القرية بالكامل امنت لانهم حسوا بالفزع والخوف لما وجدوا الحيوانات تجري وهي مضطربة كأنها بتتوقع حدوث كارثة كبيرة قريبة وده بيعتبر اعزم توبة في التاريخ القرية بالكامل امنت بربنا في اقل من ثلاث ايام ولكن قبل توبيتهم كلهم ورفع البلاء عنهم في اللحظات دي يونس استعجل على قومه وراح للبحر وركب السفينة مليانة بالناس وبالبضايع فلما ركب معاهم الرياح اشتدت والسفينة ابتدت تتهز والركاب جالهم زعر وفزع فرموا البضايع كلها في البحر عشان السفينة ما تغرأش لكن دون فايدة فاقترح واحد منهم ان هما يضحبوا بعضهم علشان ينجوا البقيين فالقرعة وقعت على يونس عليه السلام وعادوا القرعة تانية ومرة وثالث مرة وكل مرة تيجي سيدنا يونس عليه السلام فرموا في البحر فالأمواج هديت وربنا اوحى للحوت انه يبتلع سيدنا يونس بدون ما يخدش منه اي حاجة من غير ما لحمه يدخدش او يكسر عدمه او يحصل له اي حاجة سبحانك يا ربي وفعلا مر يونس عليه السلام بتلت ظلمات ظلمة الليل وظلمة قاع البحر وظلمة بطن الحوت فدعا ربه واعترف بزنبه وقرر انه يتوب وقال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اعترف هنا يونس بخطأه وبتقسيره لربنا سبحانه وتعالى لانه استعجل على قومه فربنا سبحانه وتعالى بيقول وزنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه العزيز فلولا انه كان من المصبحين وايضا بيقول في كتابه العزيز فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين صدق الله العزيم يعني لولا انه كان من المصبحين سبحانك يا ربي ربنا قال ايه فنبزناه بالعرائي وهو سقيم صدق الله العزيم يعني بعد خروج يونس من بطن الحوت ربنا قال ايه وانبتنا عليه شجرة من يقتين صدق الله العزيم يعني شوفوا رحمة ربنا وكرم ربنا ان كمان كده ايه خلا فيه شجرة كده من يقتين كده عشان ايه تبقى طيوبة عليمة تضلل عليه وتحميه ربنا انبتله شجرة لم تكن موجودة عشان تحميه من الشمس وعشان يتقوى منها طب ليه اليقتين اليقتين ليه علشان اليقتين دي نبات ممكن تظل الانسان واوراقها فيها مددات حيوية لعليكم سبحانك يا ربي ما اعظمك سبحانك يا ربي ما ارحمك سبحانك يا ربي ما اكرمك سبحانك يا ربي يعني بجد ربنا سبحانه وتعالى يعني الواحد مهما يقول ربنا ما فيش حاجة واحدة زرر كوسف كرب ربنا علينا وقدي اينا يا عم ربنا وقدي احنا بنعصا وقدي احنا بنزلم نفسنا وبنزلم اللي مننا وبنعمل حاجات كتير وربنا برضو بيتوب علينا وربنا برضو بيغفر لينا وربنا برضو بيرحمنا وربنا برضو يعني مش عايز يتعبنا سبحانك يا ربي ما اعظمك يا رب ربنا ولا تحملنا ما لا تاقت لنا بيهواعفوا عنا واخفر لنا وارحمنا انت مولينا فانصرنا على قوم الكافرين. سبحانك يا ربي ما اعظمك. سبحانك يا ربي ما اكرمك. سبحانك يا ربي ما ارحمك بعبادك الصالحين. يعني سبحانك يا ربي بيرحم الضعيف وبيرحم العاصي وبيرحم المزنب. ارحمنا يا رب برحمتك يا رب واخفر لينا وارحمنا وانصرنا واسترنا وكبرنا جبري ان تعجب منه اهل السموات والارض. يا رب اخفر لينا ودخلنا الفردوس الاعلى من الجنة يا رب. اللهم ان ينسألك الفردوس الاعلى. لي ولكم يا رب. ربنا جعلنا جميع من السعداء في الدارين ويغفر لنا ويرحمنا وينصرنا ويقبرنا جبرا انت وليه يا ارحم الرحمين. ويكتب لنا عمرة عجلة قريبة يا رب يا رب. والكل مشتاء يا رب. اه حبيبي في بجد الموضوع ده كان اه يعني بجد كنت اه حبيت ان انا اشاركم معيكم يا رب. اه كلنا نستفاد. وبجد بتمنى انتوا تسيبوا لي اللايك عشان ده بيدعم الفيديو والناس بتشوفوا وتكتبوا كومنت تحفيزي وتقولوا لي رأيكم ايه في التعليقات. وبتمنى من كل متابعيني الكرام كل اللي ما اشاركش في قناتي يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد. وادل على الخير في كافة عائلو. ربنا يجعل كل كلمة بنقولها في ميزان حسناتنا يا رب العالمين. نختم كلامنا بحب الكلام وذكر الى الله سبحانه وتعالى. سبحان الله والحمد لله. ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم صلى على محمد وعلى اهل محمد. كما صليت على ابراهيم وعلى اهل ابراهيم. وبارك على محمد وعلى اهل محمد. كما باركت على ابراهيم وعلى اهل ابراهيم في العالمين. انك حميد مجيد. حبيبي في الله بتمنى ان انتو تكونوا اه اتبسطت معي في الفيديو. كان وقت جميل. بتمنى اشوفكم قريب ان شاء الله في فيديو. قريبا ان شاء الله. واستوداكم الله الذي لا تضيع ودعوه. في حفز الله ورعيته. في امان الله.